الله يسعد اوقاتكم اليوم طبختنا ازا الله اراد الكبة المشوية والكبة المبسطة بالفرن. انا هلا عم حضر البصل. اه قسم منه بدي دبل معه اللحمة يعني بدي حضر لحمة وبصل مدبل مدبلين مع بعض للحشوة الصينية يعني. وقسم خليته بقلب الماجي ميكس حضيف له حبق لحتى اخلط معه البرغل. يعني انا انا البرغل كمان بدي اعمله عالماجي ميكس. البرغل انا حطى كيلو برغل ناعم غسلته منيح وعسرته ضغري ما طولت عليه بالغسيل يعني ما خليته بقلب الماي بعصره منيح وبحطه عجنب لا تنفوش الحبة. وهلأ عم ضيفون فوق البصل والحبق اه اول فوج يعني. والبقين برجع كمان اه كلايتهم البرغلات كلايتهم بعملون بالماجي ميكس حتى ما اعرقون كتير كتير على ايديي يعني. مشان الحبة اه صير تطبق معي منيح حبة البرغل مع اللحمة. هلأ بعمل البرغلات كلهم بحضرون اه وخلصتهم وهلأ بدي حضر الشحمة منشان الكبة المشوية. هلأ رجعت حطيت بصل وحبق وحطيت فلايفلة حلبية حمرة وجاز وبيدي نزل فوق الشحمة وبيدي ضفلون ملح وبهار كبة. اه بخلطهم مع بعضون وبتحنن على الماجي ميكس يعني ما بتحنن كتير كتير بصيروا مفرومين ناعم يعني. وبغطيهم وبحطهم بالبراد لبان ما خلص صينية الكبة المبسطة بالأول. هلأ انا رجعت ضفتلهم شوية جوز كمان. حطيتهم بالبراد وهلأ بدي خلط البرغل مع البصل والحبق مضبوط وضفلوا اللحمة. حتى اعرقهم مع بعضون. وآآ بدي ضفلهم كمان الملح وكمان انا بضفلهم آآ بهار خصوصي للكبة يعني. يعني ضغر يعني من عند العطار هو آآ مضبط آآ بهار خصوصي للكبة ما في داعي انا اجي آآ احتار شو بدي يحط يعني. وهلأ انا آآ لما لقيتهم بالصينية ما حايا اقدر اعرقهم آآ رجعت حطيتهم بقلب جات غميء. وبدي اعرقهم. وانا عم بعرقهم بدي كل شوية ضيف شوية ماي. لانه انا برغلاتي ما نمتشت يعني انا تركتهم ينفشوا على مهلون. وهن بحاجة لماي. بس ما منضلق ماي كتير. يعني من رش رزاز ماي كل شوية. وبنعرك. لحد ما نحس فيها للعجينة تبعية الكبة بين ايدينا. انه هي آآ بتاخد وبتعطي يعني خرج النون الرصة او نمدة بالصينية. بيبين عليكن يعني بتصير طرية نوعا ما. هلا انا حشيل قسم حطه بالبراد لحتى ما تدلل الكمية كلها برات البراد. هدول بدي شيلهم مع الشحمة للكبة المشوية. والباقي تركتو حبستو بصينية. ادهنتها سمنة. ارضيتها كلها يتا لزم ادهنتها سمنة. وهلا آآ بدي آآ يعني اعمل كريات من العجين تلكبة. وبسطهم بين ايديي ومدهم بالصينية. يعني كل شقفة بشقفتها لحد ما تلي كل ارض الصينية. وبدي بعدين مسدهم منيح وكبسهم لحتى يصيروا بمستوى واحد. ويلزقوا ببعضهم مزبوط مزبوط. وهي اكيد لازم تكون ضابقة يعني هي الكبة بدي تكون ضابقة. اللحمة بتطبق والبرغل آآ واللحمة كمان كميتهم مناسبة يعني. لما بيكون البرغل كتير بصير بتشتش وبتبقى هيك يعني بتفرط. بس آآ وازا لحمتها زيادة كمان مانوش يمنح لانه بتصير بتزم يعني بتصير بتكش. وقت اللي بتصير بقلب النار بتصير بتكش. هلا المهم حنمسدها مزبوط مزبوط. وبعدين انا آآ هضيف فوقن اللحمة المدبلة مدة على الصينية آآ قبل ما حط الطبقة التانية. ولما بدي مد اللحمة لازم يكون آآ ما في تضاريس ما في كزا يعني تنمد ب بمساواة بعضها يعني تكون آآ ممدودة مدة واحدة يعني على نفس المستوى. برتبهم بإيدي لحتى آآ يكونوا يعني يكون كل الجوانب في نفس الكمية متل بعضهم البعض. انتو فيكم تضيفوا لوز او تضيفوا سنوبر. انا اليوم ما بدي حط بقلبها هيك شي. عشان الاطفال يعني لانه ما بيحبوا ياكلوا منو. وعم برجع حط الطبقة التانية. وكل ما بدي انا يعني كل ما بدي آآ مست قطعة من الكبة. لازم عوام ايدي مي. لحتى تساعدني اني قدر مدة للكبة. كل شوي لازم انا ايديي تتبلل. ده اللي بمس ده كمان متل ما عملت اول طبقة لحتى تصير بنفس المستوى يعني وتلزق ببعضها تماما. وما يكون في شيء يعني مدة واحدة تبقى مرتبة يعني. ابدا لازم تكون بنفس المستوى. بعدين حقطعها بالطول بالاول. بعدين بقطعها بالورب. لحتى تعطيني شكل متل قطعة البقلاوة. وآآ ولازم كنار الثانية انا بسكينة ابوه عن عن الحديد تبع الثانية يعني عن الستنلس. لحتى ما يتلزق ولحتى كمان ما تحمر كتير. يعني ما يتحمص زيادة. وبدي ارجع حط على وجه كمان شوية سمنة. لحتى تاخد لون وهي بحاجة لسمنة السن يعني. واذا لقيتوها بقل بالفرن الناشفة كتير كمان فيكن قصة ترجعوا تضيفوا نطفة سمنة. وهلأ بدي بلش آآ قرس الكبة المشوية بعد ما حطيت الصينية بالفرن. بحطها بالفرن على حرارة آآ. اول شيء بحطة على ارض الفرن. وبعد شوية برجع بنقلة لأول طبقة. وبرائبة وبس آآ يحمر شوية قفاها. برجع بشعل الفرن من فوق وبعلية شوية. لحد ما يحمر وجه وبتخلص صينية الكبة اللي مبسطة. هلأ بهالوقت انا عم آآ قرس الكبة المشوية. انا الشحمة اللي بحطة بقلب القرص الكبة آآ ما بضف لها لحمة ولا بضف لها بقدونس. يعني في بعض ناس هيك بحبوا يضيفوا. انا بفضل انه بس شحمة وحبق وبصل وجوز. وفلايفلة. فيكن تحطوا الفلايفلة حرة او مخلوطة حرة حرة وحلوة يعني. آآ وبتعطي لان كتير حلو لما بيكون لونة احمر يعني. هلأ عم قرس كزا قرس على ايدي. بس انا كمان شارية من قبل آآ هايدي اللي مختصة لطقريس الكبة عم يبيعوا منا بالسوق يعني. انا شارية منا بس حبيت قرس على ايدي لتتفرجوا كيف. وبصراحة ما حبيتها كتير يعني. انا حاستعملها من شان المبتدئات اللي ما بتعرف تقرس كبة. ما دغري حيطلع بايدن يعني قرسوا كبة. بتساعدن هايدي اللي انا حارجيكم اياها هلأ بعد شوية. بتساعدن نوعا ما. بس الا ما يحتاجوا يرتبوا القرس بين ايديهم. يعني ما بتطلع القرس آآ رقيق. آآ يعني بتطلعوا شوي سميك. و ما ما حبيت انا الحقيقة. آآ بس آآ بتدلق احسى من لا شيء يعني. وحتى انا لما استعملتها بتريحني شوي. لانه لما انا بدي اعمل قرس الكبة وعم بكبس على القطعة. على يعني لما عم قرس وابرهم القرس بين ايديه. هدا الشي بتعب يعني بانه عم يبزل واحد مجهود. لما بيعمل بهايدي المختصة للراس الكبة بتخفف شوي الضغط عن عن تعب الجسم يعني. هلأ اشوفوا كيف بيطلع شكله. انا بشيل التحتانية يعني برجع برققها شوي. وبترجع هايديك القطعة اللي هي متل الكاسة كمان بدي رققها شوي. ازا رققتوها شوي بيطلع طعمة اطيب. كمان حكفي راس الكبة كلهم يعني لحد ما يخلصوا. لحتى شاع الفحم وقق شويهم. فيكن تشوهم بالفرن بس انا بحب شويهم على الفحم لانه بيطلع اطيب. خلصت صانية الكبة وخلصوا راس البشحمة وصحوا هنا.